لقد حفظ الله تعالى كتابه من التحريف والتبديل وسخر لذلك ملايين من العلماء والحفاظ عبر العصور ومنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة لهذا لم يشهد بدرا لصغره ثم شهد أحدا وما بعدها وقيل أول مشاهده الخندق كان زيد من أشد الناس ذكاء تعلم لسان يهود وكتابهم في خمسة عشر يوما وتعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية عشر يوما وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الصحابة قال مسروق كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم وقال مالك بن أنس كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت يعني بالمدينة وهو رضي الله عنه أعلم الناس بالمواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأفراضهم زيد بن ثابت كلفه أبو بكر الصديق بجمع القرآن وقال له إنك رجل شاب عاقل ولا نتاهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بذلك على أكمل وجه وكفى بذلك فضلا وشرفا وقد كان الصحابة يوقرونه ركب زيد فأخذ بن عباس بركابه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا كان أحد أصحاب الفتوى من الصحابة وقد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته على القضاء توفي زيد رضي الله عنه سنة خمس وأربعين للهجرة وقيل غير ذلك ولما مات قال أبو هريرة اليوم مات رباني هذه الأمة ولعل الله عز وجل أن يجعل في ابن عباس منه خلفا وقال ابن عباس لقد دفن اليوم علم كثير